جهود متواصلة يبذلها رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ بهدف تحقيق التوافق حول حكومته المرتقبة أحدث هذه الجهود هو إعلان الفخفاخ عن تعديل في وثيقة عمل برنامجه الحكومي عقب مناقشاته مع ممثل الأحزاب يوم الثلاثاء الماضي مشيرا إلى نيته عقد اجتماع يوم السبت المقبل مع رؤساء الأحزاب للمصادقة على تلك الوثيقة وفور إصدار الوثيقة المعدلة لعمل الحكومة التقى الفخفاخ الرئيس التونسي قيس سعيد لإطلاعه على ردود الأفعال الحزبية حول تلك الوثيقة وأكد الرئيس التونسي خلال اللقاء أهمية الحرص على الإسراع في تشكيل الحكومة ووضع مصلحة المواطن التونسي فوق كل الاعتبارات وقدم الفخفاخ خلال لقاءاته التشاورية وثيقة عمل الحكومة تحت عنوان حكومة الوضوح وإعادة الثقة تشمل خمس محاور أساسية تتعلق بأسس ومبادئ العمل الحكومي ومقاربة العمل الحكومي وآليات التنفيذ والأولويات الاقتصادية والاجتماعية للمرحلة المقبلة بالإضافة إلى هندسة تركيبة الحكومة إلى السيد إلياس الفخفاخ وكلف الرئيس قيس سعيد إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة منذ نحو أسبوعين عقب إخفاق سلفه الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان في الحادي عشر من يناير الجاري ترجمة نانسي قنقر